اليوم بإذن الله تعالى نستكمل الحلقات اللي بدأناها في سلسلة لماذا قاموا بالخمس ولم يقيموا صلاة الجمعة الخمس في القرآن الكريم صلاة الجمعة في القرآن الكريم الخمس في الغنائم صلاة الجمعة للمسلمين ومع ذلك أقام الخمس على المسلمين الذي هو يؤخذ من الغنائم في الحروب بيننا وبين أهل الشرك أو أهل الكفر ولم يقيموا صلاة الجمعة التي فرضت على المسلمين لماذا؟ عايزين إجابات واضحة شافية كافية يعقلها كل عاقل المسألة ليس مسألة لف ودوران المسألة ليس مسألة أننا عايزة أدافع عن ديني أو مذهبي وخلاص لا المسألة مسألة الدين ولابد الدين يكون معروف ونعرفه كلنا بكل أريحية بدون لف ودوران ولم نريد أن نذهب على الصحراوي ونرجع الزراعي وبعدين نأخذ الملاف في اليوتيرن ولم نقوم مع بعض لماذا أقام الخمس ولم يقيموا الجمعة؟ ما هي أسباب إقامة الخمس ولماذا غيروا الأسباب في إقامة الجمعة؟ الشيخ جعفر سبحاني لماذا يعطي الكثير من الشيعة صلاة الجمعة إن صلاة الجمعة ليست صلاة عادية كالصلاوات الخمس التي تؤدى بأي نوع من الشراع وتقام خلف أي إمام إن صلاة الجمعة عندنا هي صلاة عبادية وسياسية ويجب على الإمام أن يتطرق إلى بيان الأوضاع السياسية التي يمر بها المسلمون ويحدد وصائف الحاكم في أيامه وهذا النوع من البيان فرع وجود حكومة إسلامية واقعية يستطيع من خلالها الخطيب التعبير بحرية تامة عن ذلك وبما أن أغلب الحكومات كانت تفقد تلك الصبغة فلم يكن بد من إقامة صلاة الزهر بدل الجمعة ولكن بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران مثلا تؤفر هذا الشرط فراء أن صلاة الجمعة تقام في كل مدينة وقرية وأنا أتحدى أن كل مدينة وقرية فيها صلاة جمعة في إيران دولة شوية كذبين يمكن هي الصلاة الجمعة التي تنقل عن علي خامنقي لما يكون علي خامنقي دول كذبين طيب والعراق يا بش طب والخمس اللي بتلمي من الناس طب والخمس اللي بتلمي من الناس يعني ملوش حكومة إسلامية ما فيش اللابد من الحكومة الإسلامية لأ وبعدين عشان يبررها يقول لك إيه أنه لابد أن هو يتكلم في السياسة أنه لابد يتكلم في السياسة ولابد هو أين أوضاع الناس طب ما تتكلم يا عم هو حد قال لك ما تتكلمش يا عم دي ناس نصبيين دولة شوية نصبيين دولة شوية نصبيين زي بالظبط كده لو دخلت برضو نفس الموقع ده ما بيجيبوا منه مقالات لما تيجي تقرأ مثلا عن عدم ظهور المهدي أو المهدي مثلا خايف ليه والله العظيم تبريرات سامجة تبريرات سامجة يقول لك لقد اختفى المهدي للحفاظ على المشروع الإسلامي اختفى المهدي عشان يحافظ على المشروع الإسلامي فكرني بحارس البنك اللي ساب البنك ومشى عشان يحافظ على أن البنك ما تسرقش فكرني بالبواب اللي ترك العمار عشان ما تسرقش فكرني بالمدير والموظفين اللي سابوا الشركة عشان ما تفلس والله الكلام ده يا أخواننا الكلام ده هو واقع والله أقرأه لكم من نفس الموقع أقرأهمكم من نفس الموقع شوية كدبين دولة خلقوا عشان يكد ما هو بص لما يلاقوا قدامنا واحد مش فاهم اكدب يعني ما هو مش فاهم هو فاهم كوع من بوعه يراجي لك الاسن عشري يتقول له لماذا غاب المهد يقول لك للحفاظ على المشروع الإسلامي أه قول تاني يا ابني عشان يحافظ على المشروع الإسلامي أنت مفاهم!] تفاهم يا بني اللي بتقوله arma قول تاني يا بني يقول لك حتى يحافظ على المشروع الإسلامي طيب قل تاني يا ابني حتى يحافظ على المشروع الإسلامي أنت فاهم يا ابني الكلام اللي انت بتقوله شكرا